هذا الجهاز اشتري لو ما اشتري هذا الجهاز سعره مناسب او مناسب الى قطع غيار الى مثلا اكسوزوريز اذا اتعرض الجهاز للتلف او لا كل هذان شغلات سنتعرف عليهم داخل الحلاقة ولكنه مبدئيا هذا الجهاز هو يجيه بسعره 145 دولار فقط مقابل المميزات اللي راح انطيك اياها ومقابل السلبيات اللي راح اقلك بها طبعا هذا الجهاز هو من شركة ويكويك وهي ثاني اكبر شركة مبيعات في فرنسا حاليا دخلت للسوق العراقي شوفها حتى تنافس الهواتف الصينية وتغيرنا طابع انه ميدن شاينة بالبداية انه هذا الجهاز الى الان ما الا اي قطع اكسوزوريز ما الا قطع صيانة ما صيانة شاشاته او هارد او غيرها فمنت اخذ هذا الجهاز خلي بالك انه انت لازم تحافظ عليه بشكل جيد اولا انه لازم اركز على شغلتها مهمة بهذا الجهاز بما انه جهاز جديد لازم اركز على واجهة الاستخدام ولازم اركز على التصميم مبدايا واجهة الاستخدام بحتية واجهة ما بيها اي اضافات واجهة جوجل مثل واجهات نوكيا مثل واجهات اجهزة كثيرة انا بصراحة ما احب هذا الشي احب الشركة لضيف طابع ولمساتي خاصة به وتحسس المستخدم انه يستخدم هاتف مختلف الا اللهم في بعض اللمسات البسيطة يحسسك انه جهاز مختلف 99% من هذا الجهاز هو واجهة جوجل بحت ثانيا التصميم تصميم هذا الهاتف بصراحة هو واحد من تصميمات المبهرة اللي راح يحسسك انه من الهاتف بين المتوسطة الى الاقتصادي الباك كفر تطبيق الاطار اللي موجودة التشطيبة للكاميرات زائد المنافذ اللي موجودة بالاسفل الجهاز متماسك ما بي ايزن بالاستخدام المنافذ بمكانها الصحيح البصمة موجودة بالجيم فاشوف انه هنا التصميم بصراحة هو واحد من تصاميم اللي ممكن تحتنده ثاني شغل الشاشة اللي موجودة على وجهة حاتف الشاشة هنا هي ما مستغلتها بشكل جدا كبير ولكنه هاذي الشاشة بصراحة من السلبيات اللي موجودة بيها انه الألوان شوفها باهته ما بيها فت ألوان فاقعة ما بيها حرارة موجودة بالألوان نفسه غير هذا انه ما أعرف جزء المشكلة بالجهاز اللي موجوده هاي وجوز المشكلة هي بكل جهازة وجوز المشكلة هي موجودة بالسوفت التالش واللمس اللي موجود هنا بيلاق مو طبيع ودرب مو طبيع عندما تستخدمه يعني الثقل باللمس حل قوي وما عرف شنو المشكلة ممكن تكون هذه القطعة اللي موجودة ويعي بس الشاشة بيها نتس جدا عالية إذا استخدمتها تحت أشعة الشمس هنا ستكون هي وحدة الشاشات الممتعة والممتازة بالنسبة لك يعني تقدر تحتمد هذه الشاشة بمجال مشاهدة المحتوى تطبيقات السوشال ميديا أو ممكن أنه بالقيم بس بشي بسيط لأنه معالج هذا الجهاز هو معالج الميديا تيك الهليو بي 35 مع الباور في ار اللي موجود اللي معالجة الرسوميات يعني بأن قوسيا رح يشغل لك لعبة وف جي بس يشغل لك على فريمات هي بين العشرين إلى ثلاثين فريم يعني لا تتوقع أنه ممكن تحصل فريمات جدا عالية أما بالنسبة للنقطة القوية اللي موجودة على هذا الهاتف واللي بصراحة رح تمييزة عن هواتف كثيرة اليوم موجودة بالسوق هي الذاكرة الداخلية اللي موجودة هنا ذاكرة الداخلية لعلات جازية 128 على 4 شوائع نعرفوا أنه احنا 145 دولار اليوم كل الشركات تنطيق هواتف بذاكرة 64 60 قيابايت فقط فويكو قالت لك لا قالت لك رح ننزل نزلة مختلفة رح ننطيق ذاكرة مختلفة تقدر تستخدمها اليوم بكل أريحة يو تخزن عليها بياناتك وممكن تكون هي فد عامل جدا قوي حتى تساعد الهاتف أكيد يكون متزن أكثر ألأداء غير هذا من النقطة الجميلة الي موجودة على هذا الهاتف واللي لفتت انتباهي هي الكاميرات مو الأمامية الكاميرا الخلفية لأن الكاميرا الخلفية هنا 48 ميجا بيكسل فعليا أن هذه الكاميرا رح تستفاد من أعدها رح تستفاد من أنه كيف ممكن تحصل بهالاقطات ممتعة بالليل أو بالنهار أو غيرها بغض النظر على هالكاميرات الثانية هي 2 ميجا بيكسل و 13 ميجا بيكسل اللي أنا أشوفها هي كاميرا يعني ممكن تكون للزاوية العرضة وغيرها هذه الكاميرات لا تستفاد من أعدها ولكن الكاميرا الأساسية هي واحدة من الكاميرات الجيدة إذا اعتمدتها اليوم وإذا عملت تبسيط على الصورة بعد ما تأخذها أو اللقطة بعد ما تأخذها أما بالنسبة الكاميرا الأمامية هي 8 ميجا بيكسل فتحة عدسة 2.2 يمكن واحدة من الكاميرات اللي أنا شخصيا ما عجبتني ليش ما عجبتني لأنه بسبب كبرى العدسة اللي موجودة هنا أو فتحة العدسة اللي موجودة 2.2 الدخل أضاءة جدا كبيرة فاتأثر لك وسويك نويز على الصورة بشكل جدا كبير حاول لما تخلي الأضاءة بظاهرك أو فوق الرأس أو بالسماء أو خلف الشمس حاول لما تخلي الأضاءة مقابلك حتى تأخذ بها لقطة ممتعة اعتمد هذه الكاميرا بدرجة الأضاءات العالية ورح تطلع بها لقطات مثل الموجودة أمامكم أما بالنسبة للبطارية والأداءة فبطارية هذا الهاتف حرفياً هي 5000 ميلي أم بير بطارية جداً محترمة مع منفذ شحن تايب سي موجود مو مايكرو ولكنه للأسف هذا المنفذ هو بشحن العشروات فقط يعني ما يتأمش الشحن السريع وهذه الشاحن والكبر اللي موجود كلهم رح تلقاه هنا والحافظة اللي يكون رح تلقاه كلهم الموجودات داخل علبة أما بالنسبة لبصمة الهاتف فبصمة الهاتف موجودة بالجيمب أداءها مثل أداء كثير هواتف اليوم من الفئات الاقتصادية وما تلاحظ عندك أي مشاكل فبالنهاية جهاز ويكو من الشركة الفرنسية اليوم كان ويا بلستودي انطعتكم سلبياته وإيجابياته السعر ماتن جداً ممتاز 45 دولار منافس جداً كبير للأجزاء الموجودة اليوم بالساحة وش تقولون الجهازي سوى يستحق أولان طوح رأيكم بس في التعليقات نلتقى بحلقات قادمة في أمان الله